مصر تجري منورة بحرية مع عدد من الدول لسه بكلم حضرتكو عليها تفاصيل ده مهمة أوه مرتبط بالله احنا من قوله تفاصيل توقيع الجيش المصري اتفاقية عسكرية مع اليونان وسط منورات ضخمة في البحر المتوسط وزير الدفاع الفريق أول محمد زاكي القادر العام وزير الدفاع يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره اليوناني في مجال البحث والانقاذ اللي تم توقيعها النهاردة في حضور وزير الدفاع اليوناني ورئيس اركان اليوناني كان موجود معنا في المنورة النهاردة مع سيادة فريق أسامة عسكر الخارجية طبعا ده بيان مهمة أوه من الخارجية المصرية النهاردة مصر تتابع بقلق شديد أصار الاعتداءات المتكررة على سوريا والعراق مصر تكلمت على إيران وتكلمت على تركيا وقالت ده أمر يعني مقلق وبالتالي كان فيك بيان مهم النهاردة من الخارجية المصرية حول هذا الأمر واتكلمت طبعا سفير أحمد أبو زيد متحدث باسم الخارجية المصرية أن مصر تتابع بقلق شديد ما تشهده العراق وسوريا على مدار الأيام الماضية من اعتداءات من جانب إيران وتركيا تنتهك سيادة كل دولة على أراضيها ده بيان الخارجية المصرية النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي في لقاء طبعا مع دكتور محمد وقتار جمع وزير الأوقاف يشدد على أهمية أصول مال الوقفة وتحصيل مستحقات الأوقاف بالقيمة السوقية سي آي بي يعلن بنك سي آي بي يعلن تشكيل مجلس إداراتي الجديد بعد انضمام هشام عز العرب وأنا أكلمت الأساز هشام عز العرب قبل الهواء مباشرة عشان أسأله أكد لي هذا الخبر وأكد استقالته من البنك المركزي كمستشار للبنك المركزي المصر ولكن أكد أيضا في مكلمة مع أستاذ هشام عز العرب أنه هو موجود في البنك التجاري الدولي لأنه ما كانش ينفع أبدا يبقى موجود في البنك المركزي وأيضا البنك التجاري الدولي هناك تضارب في هذا الأمر في المواقع لبنك التجاري الدولي موجود في لندن والبرصات وموجود وبالتالي ما ينفعش تبقى في مكان حكومي ومكان خاص ما ينفعش لازم الفصل هنا وبالتالي قدم استقالته كمستشار للبنك المركزي المصري موجود النهاردة في البنك التجاري الدولي وتم النهاردة أو مبارح تم الافصاح عن مجلس الإدارة بيئة التشكيل الجديد ومن بينه هشام عز العرب أعز أقول لحضراتكم مرة أخرى سألت عن أي على الإطلاق فيش أي حاجة الأولا تاني لأنه أنت عارفين طبعا قنوات الإرهاب والإعلام المعادلة الدولة وأي حاجة بتحصل وأنا سألت سيد هشام عز العرب على الكلام اللي تقال طبعا قال لي أنا في أي وقت تحت أمر البنك المركزي في أي وقت أي شيء قال أنا لما حتى سبت المكاني قبل كده سواء البنك المركزي أو بنك التجاري الدولي كنت أيضا تحت أمر بلدي عمر ما تأخرت وعمر ما تأخر أبدا عن أي شيء وأي طلب وأي استشار وأي شيء وقال بالمناسبة كلنا تابع البنك المركزي يعني هو البنك المركزي لو طلب أي حد بيدي له وأي بيقول له لأ ما إحنا كلنا تحت مظلة البنك المركزي وقال أنا علاقتي مع صديق وزي ما قال صديقي وأخوي حسن عبد الله ما إحنا أصدقاء وأخوات يعني لو في أي حاجة ما أنا موجود يعني الموضوع فيش أي شيء على الإطلاق بالعكس لكن هي مسألة تتعلق وقال قبل كده بالمناسبة قال أنا كنت في أحدى شركات السيارات الكبرى المعروفة قال شهيرة جدا وقال حتى صاحب هذه الشركة صديقي وقال عندما توليت منصب قدمت استقالتي فورا من هذه الشركة قال على طول لأنه في الآخر لأن هذه الشركة تتعامل مع البنك البنك اللي أنا موجود فيه ما ينفعش يبقى أنا هنا موجود في هذه الشركة قطاع خاص وموجود في البنك إذا هم بيتعاملوا مع بعض إزاي قال في هنا مسألة ما يبقاش فيه يبقى فيك فصل ما بين المناصب والعمل الخاص فعملت ده قبل كده وبعمله النهاردة حفاظا أيضا أننا في الآخر يهمنا يكون فيه فصل تام ما بين الشغل اللي احنا بنعمله هنا وهنا فقال عشان كده أخدت هذا القرار وبالتالي هي رسالة طمأنة لجميع فيش أي مشكلة على الإطلاق هو موجود الآن في البنك التجاري الدولي هشام عز العرب اعتبارا من اليوم ولكن مرة أخرى بنك المركزي محتاجه موجود أي حاجة موجود فيش أي مشكلة وده طبعا زي ما بقول كده هو ده الوضع اللي احنا بنتكلم عليه عشان اللغة اللي حصل وبعض الناس وانتوا عارفين وقال لك أصره وحصل إيه وحصل ما فيش مشاكل فيش حاجة خالص نهائي سألت ولا شيء فيش أي حاجة من الكلام اللي بيتقال أو يتم ترويجه ولا حاجة لم يحدث أي مشكلة خالص هو عشان الفصل ما بين مكان وهنا ومكان وهنا ده مكان خاص موجود في البورصة مينفعش وقال هو كمان موجود هنا وموجود هنا مينفعش الله مش احنا دايما نقول تكوش على المناصب مش بنقول ده مش بنقولها يعني هي فيه ناس حبة ناس تكوش على المناصب مش بيتقال بلاش تكوش طبا هو راجل قال لي خلاص أنا في مكان واحد مش مينفعش يبقى في مكانين يبقى ده أمر نتكلم عليه ونتكلم ونقعه والناس يقعد شكل لأنه اسمع المشكلة إيه الناس ما يبقاش عندها معلومة للأسف الشديد يبقاش عندهم معلومات فيطلعوا يفتوا يقولوا أي كلام وليهم أهداف أخرى ومعارب أخرى اضرب بقى في البنك المركزي اضرب بقى في السياسات المالية والنقدية اضرب في الحكومة اضرب في الناس اعمل شوء اعمل دوشة ما هم مش لقين حاجة يعملوها ما بعد ما فشلوا بيفشلوا طول الوقت بيفشلوا فشل ما هم ما فشل والله فشل ده لسه اللي جاي ف المهم فلنهم فشل فيعملوا أي حاجة بقى ويضربوا في أي حاجة ويوقعوا هنا ويقولوا أي كلام هل قالوا مرة خبر هل مرة قالوا خبر ما أنا قلت لحضراتكم بيقولوش أخبار ما بيقولوش أخبار بيقولو شائعات فاللي بيقولوه خدوه على طول على إنه شائعات بس وخلاص فيش حاجة نكمل باقي أخبارنا تفاصيل مشروع ضخم في مصر لتصدير الطاقة إلى دول عربية العادة من دول عربية مشروع الخاص بالهيدروجين والأخضر وأيضا إنشاء مشروع طاقة الرياح اللي هيكون بخمسة بحضر مع شركة مصدر الإماراتية هيكون 11 مليار دولار هذا المشروع الخاص بطاقة الرياح في مصر مع شركة مصدر الإماراتية يوسف ارجع للخبر اللي فات معلش ارجع علي تاني المشروع ده اللي قدام حضراتكو أولاً بنتكلم السمارات 11 مليار دولار ده رقم واحد رقم اتنين مهم إيه؟ الأيد العاملة 10 تلاف وظيفة في السوق المصري ده رقم اتنين رقم تلاتة إيه؟ 30 ألف فرصة عمل خلال فترة تنفيذ المشروع ينهر بيض بسم الله ما شاء الله انت بتتكلمي الأول المشروع اللي قدامكو ده اللي بيتعمل في مصر قادي الحكومة هتشتري جزء منه والبقاء هتتم تصديره لفين؟ لفين؟ جزء منه عبر الكابلات اللي هتتم تنفيذها مع دول أوروبا وجزء المملكة العربية السعودية وجزء للسودان وجزء لليبيا كل عام وأنتم بخير اللي بعده بص بقى أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز 1400 دولار لكل 1000 متر مكعب موجة السياق تسيود الأوساط الأوروبية بسبب نية الاتحاد الأوروبي فرض سقف للسعر الغاز الروسي اسبانيا ترفض فرض سقف الأسعار الغاز وتوجه اهتهمات خطيرة للمفاوضية الأوروبية وهنتكلم عن موضوع ده كما لفه بعد شوي أمريكا لا تتوقع رداً من موسكو بعد وضع السقف السعري للنفط الروسي بيتكلموا عن ما بين 25 إلى 70 دولار فرنسا دلوقتي بدأت الاتهامات بقى هو بالاتحاد الأوروبا وأمريكا فرنسا تتهم أمريكا بتبني سياسات اقتصادية صينية هجوم رادع كبير لسه من كم يوم ألمانيا النهاردة فرنسا قبلها بريطانيا بيهاجموا أمريكا دلوقتي نقص الديزل ده كمان ده أمر مهم الآن الجاية نقص الديزل يهدد بإشعال العالم ويضع الاقتصاد في مأزق لأن أسعاره ارتفعت 50% والمخزونات بتاعته تراجعت بشكل غير مسبوك فالفترة الجاية كمان الديزل هيبقى فيه مشكلة كبيرة في قرار غير ملزم البرلمان الأوروبي وده النقش بعد شوية أيضا يصنف روسيا دولة راعية للإرهاب عمدة كيف محذرا العاصمة الإوكرانية تواجه أسوأ شتاء منذ الحرب العالمية التانية وبيقول كمان أنهم قد ينقلوا مناطق يفضوها من الناس أنهم مش يقدروا تحملوا درجة الطقس السيء والمشكلة وقطع الكهرباء ومعندهمش وفي مشكلة في الغاز مشكلة في كذا عندهم مشكلة كبيرة جدا في درجة حرارة تحت الصف فضح دول أوروبا من بورو جونسون ألمانيا هو بيقول كانت تؤيد اجتياح روسيا لأوكرانيا احتجاجات في أكبر مصنع آيفون في الصين بسبب كورونا وتفشي كورونا وعمل إجراءات وعملين إغلاق وعملين وكورونا بتزداد تفشي في الصين بقالها حوالي ثلاث أسابيع المحكمة العليا البريطانية اسكتلندا ليس لها الحق في إجراء استفتاء حول الاستقلال هم طبعا كانوا طالبين عايزين يستقلوا عن المملكة المتحدة ويكونوا بعيد عنها وبالتالي النهاردة المحكمة قالت لأها وليس لهم حق ولا البرلمان السكتلندي له حق اللي حق الوحيد هو البرلمان البريطاني أو مجلس العموم البريطاني وكل اللي بيحصل ده لن يعني ليس لهم الحق وبالتالي هم كانوا عايزين يعملوا استفتاء في اسكتلندا في شهر أكتوبر العام القادم عام ثلاثة وعشرين ولكن المحكمة النهاردة قالت لأ ليس لهم الحق كأس العالم المفاجأة التانية النهاردة مفاجأة اليابان النهاردة الساموراي النهاردة غلبوا الماكينات الألمانية الساموراي في 8 دقائق ألبوا الماطش في 8 دقائق ألبوا الماطش كانوا مغلبين 1-0 اتعدلوا ثم سجلوا هدف الفوز قبل نهاية المباراة بدقائق قليلة اليابان تقلب تأخرها لفوز 2-1 على ألمانيا منشستر يونايتد مالكه النادي يفكرون في بيعيه بحثا عن بداء الاستراتيجية كانوا اشتروا النادي ده في 2005-2006 بحوالي مليار ما يعادل مليار دولار دكتور أشرف صفح وزير الشباب الرياضة يفتح تحقيقا مع اتحاد كرة القدم بسبب مباراة بالجيكا ايه لا يحصل هنتكلم عن ده بعد شوي